ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمدى الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم في قصر القضيبية في بداية الاجتماع أكد المجلس على ما وصلت إليه العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من تطور ونمو في سائر المجالات بفضل رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أهل الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حافظهما الله منوها المجلس بنتائج زيارة صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مملكة البحرين والتي عكست أواصل العلاقات الأخوية الوثيقة والراسخة التي تربط البلدين وما يشهده التعاون والتنسيق المثمر والعمل المشترك الوطيد بينهما من تميز في جميع المجالات بعدها أكد مجلس الوزراء على أهمية المباحثات التي أجراها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة مالك البلاد المعظم مع أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حافظهما الله منوها بنتائج زيارة التي قام بها صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة إلى مملكة البحرين وأهميتها على صعيد التطوير وتنمية العلاقات الأخوية العريقة والدفع بآفاق التعاون والتنسيق والعمل المشترك في جميع المجالات التي تعزز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وتحقق تطلعاتهم المشتركة ثم استذكر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني وكل ما تحقق من إنجازات وطنية بسواعد متكاتفة لأبناء الوطن في كافة القطاعات في ظل حماية وصون من قبل قوات المسلحة درع الوطن وحصنه المنيع معربا سموه عن تشرفه بعد إقرار الميثاق عام 2001 بالتكليف السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لسموه برئاسة لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني والتي تم من خلالها وضع مبادرات ومشاريع وطنية رائدة تنفيذ لرؤى جلالته حفظه الله ورعاه وتطلعات المواطنين لافتا سموه إلى أنه من أجل البناء على ما تحقق من نمو وازدهار تم عام 2008 إطلاق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لترسم التطلعات الوطنية وفق مبادئ العدالة والاستدامة والتنافسية مشيرا سموه إلى أنه بتعاون الحكومة مع السلطة التشريعية استمر العمل على تحقيق تطلعات الرؤية بجميع مساراتها عبر برامج الحكومة في كافة الفصول التشريعية كما وجه سموه إلى الاستمرار في قياس وتقييم ما تحقق على صعيد تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 مع مواصلة العمل على تنفيذ ما تضمنته الرؤية من مستهدفات تحقق الخير والنماء للوطن وتطلعات أبناء الوطن الكرام مضيفا سموه أن البحرين اليوم على بعد ست سنوات من استكمال مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي تحقق منها الكثير بفضل إسهامات فريق البحرين الواحد بكافة أعضائه وانطلاقا مما تم تحقيقه من المستهدفات وبتوجيه كريم من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لكل ما هو أفضل حاضرا ومستقبلا للوطن وكافة مواطنيه فقد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالبدء في إجراء مشاورات مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني لصياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050 وذلك في إطار الحرص بأن تعكس الرؤية طموحات وتطلعات المجتمع على أن يستكمل هذا العمل بإطلاق الرؤية قبل نهاية العام الجاري وأعرب سموه عن التطلع بكل تفاؤل وحب للتحدي وعشق للإنجاز بأن تكون رؤية البحرين الاقتصادية 2050 منطلقا للاستمرار في مسيرة الخير والازدهار والنهضة المباركة لمملكة البحرين التي نفخر دوما بأنها موطن الريادة والإنجاز وواحة الأمان والتعايش بعد ذلك أعرب المجلس عن أصدق التهان إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس منوها بما حققته المملكة العربية السعودية عبر مسيرتها من إنجازات في مختلف المجالات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية ودعم صاحب السموه الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ثم هنأ المجلس دولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الوطني لدولة الكويت مشيدا المجلس بما تشهده دولة الكويت من تقدم وازدهار في ظل قيادة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة بعدها قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة حول ما تم تحقيقه ضمن أولويات خطة التعافي الاقتصادي ورؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين مذكرة مجلس الخدمة المدنية حول إعادة هيكلة عدد من الوزرات والجهات الحكومية بهدف تحسين الأداء وزيادة الكفاءة مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن النتائج المالية الأولية للسنة المالية الفين وثلاثة وعشرين مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتعديل قرار إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء حول آخر مستجدات البرامج الجديدة التي أطلقها صندوق العمل تمكين مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على ثلاثة اقتراحات برغبة واقتراح بقانون مقدمة من مجلس النواب ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزرية بما يلي نتائج المشاركة في النسخة الستين لمؤتمر ميونيخ للأمن نتائج المشاركة في القمة العالمية للحكومات نتائج المشاركة في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول الفين واربعة وعشرين نتائج زيارة سعادة وزيرة شؤون الشباب إلى المملكة المتحدة نتائج المشاركة في مهرجان عمان للابتكار الفين واربعة وعشرين نتائج المشاركة في النسخة الثالثة من الاجتماع العربي للقيادات الشابة